السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الكثير من الناس كل سنة يزرع البطاطس ولكن لا يعرف كيف تنمو وكيف تنبت جذور وبراعم البطاطس ولدينا اليوم شرح بهذا الخصوص طبعا أولا نغطع البراعم البطاطس ثم نستخدم حافظة أو حوض بدون فتحات لصرف الماء ثم نضع تربة ثم نضع البراعم بهذه الطريقة طبعا هذه التربة هي التربة الناعمة التربة الرملية العادية التي تستخدم في البناء والخلط مع الإسمنت فتستطيع أن تستخدمها في الزراعة بشكل مباشر طبعا الآن وضعنا البراعم الآن نضع العلبة في مكان داخل المنزل ويجب أنك تحافظ على مستوى الرطوبة ما تكون التربة مليئة بالماء فلابد أن تكون التربة الراطبة فقط ونتركها ثم نشاهد النتيجة نشاهد النتيجة الآن بعد ثلاثة أيام بدأت الجذور في النمو الآن نتعلم كيف ومن أين نمت الجذور طبعا نقصلها بالماء علشان تتضح كما نشاهد الجذور نمت من أسفل البراعم يعني البرعم في البطاطس ينبت جذور وينبت أوراق كما نشاهد أما ما تبقى من الأجزاء الأخرى التي في البطاطس تتحلل في التربة هنا لا توجد جذور هذه الأجزاء الزائدة تتحلل في التربة ويتبقى لدينا فقط البرعم وهذا البرعم ينبت جذور وينبت أوراق طبعا لا تستطيع الاحتفاظ بها في هذه العلبة وأنك تنقلها إلى حوض آخر لكي تكنل النمو طبعا أنا أبنقلها إلى حوض يحتوي على فتحات لصرف الماء وبستخدم تربة هذه تربة مخلفات أسمدة وبتموس وأوراق نبتات متحللة طبعا نستخدمها الآن في زراعة هذه البراعم كما نشاهد أولا نجهز التربة ثم نضع البراعم بهذه الطريقة ثم ندفنها بنفس التربة طبعا وكالعادة في التعليقات البعض رح يقول نيش ما تزراعها في الأرض مباشرة وتريح نفسك طبعا الهدف من هذا الفيديو هو الاستكشاف والتعلم والفائدة وليس الهدف الزراعة الكثيفة أو إنتاج الثمار الثاني شيء التعقيل الداخلي يكون أسرع وأسهل وأضمن هذا وأتمنى لكم الفائدة والسلام عليكم